أنابى نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله قام سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بزيارة إلى مكة المكرمة قدم خلالها خالصة تعازية ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أصحاب السمو الملكي الأمراء وأنجال الفقيد بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيزة السعود رحمه الله مبتهلا سموه إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وقد كان سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني قد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز يرافقه عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله لمدينة جدة سمو الأمير السعود بن عبد الله بن جلوي وكيل إمارة مكة المكرمة للشعون الأمنية وسعادت الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة والسيد إبراهيم المسلماني قنصل عام ملكة البحرين في جدة حيث توجه سموه إلى مكة المكرمة للصلاة على جثمان الفقيد وتقديم التعازي وكان سموه رئيس الحرس الوطني قد عاد إلى البلاد في وقت سابق